المعرفة السبب للعمل الصحيح يعني اللي يعتقد بالله ويخاف الله هذا ما يرتكب المحرمات ولذا في بعض الأحاديث موجود إشارة إلى هذه النقطة أنه إذا واحد تشوفه يرتكب المحرمات هذا ارتكاب للمحرمات سبب الأساسي ضعف معرفته بالله سبحانه وتعالى معرفته بالله لو كانت معرفة كاملة تامة ما كان يرتكب أي معصية يعني شوف من باب المثل أنت أكو طعام أمامك يقولون لك أن هذا الطعام الأطباء يقولون أنه مضر إنه كذا إنه كذا إنه كذا إذا أنت صدق تعتقد بما يقوله الأطباء وتعتقد أن هذا فيه ضرر عظيم هذا سم قاتل مستحيل تأكل منه إذا واحد أكل منه هذا مجنون يقولون لك أن هذا الأطباء يقولون سم قاتل خلال 24 ساعة حتى إذا كان طعاما لذيذا تفوح منه رائحة طيبة أنت إذا تعتقد بصحة كلام أولئك الأطباء بأن هذا السم قاتل خلال 24 ساعة سيقتلك مستحيل تأكل من هذا الطعام لكن إذا عقيدتك بالأطباء عقيدة ضعيفة زيان لا يخطؤون إحنا نشوف بعض الأحيان واحد يراجع الطبيب وما يعمل بنصائح الطبيب نقول له لماذا الطبيب أمرك الطبيب نهاك يقول له هذا الطبيب ما يفتهم مثلا هكذا عقيدة ضعيفة هذه العقيدة الضعيفة تؤدي إلى المخالفة العملية إذا صدق الإنسان قاطع وجازم بصحة ما يقولونه وكان ما يقولونه خطرا لا موت فيه ويقول ضرر هسا يقول مو مشكلة إحنا نتحمل ضرر يقول أنت إذا أكلت هذا الطعام تصاب بمغس مثلا في معدتك في أمعائك يقول مو مشكلة أن نتحمل المغس لأنه ضرر قليل لكن إذا كان ضرر كبير إذا هو يصدق كلامهم ومطمئن به جازم به سوف لا يأكل الإنسان المؤمن إذا حقيقة يعتقد بالله سبحانه وتعالى وحقيقة يعتقد بالرسول وحقيقة يعتقد بالآخرة وعذابها هذا مستحيل يرتكب ذنب فإذا ارتكب ذنبا كشف ذلك عن ضعف عقيدته أكو بعض الناس يرتكب الذنب يقول الله كريم صحيح الله كريم بس ارتكاب الذنب تعويلا على أن الله كريم هذا من ضعف العقيدة لأن الله كريم بس يمكن ما يغفر لك لحكمته الله كريم لكنه حكيم أيضا إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد لا يشاء مغفرتك الإنسان العاقل لا يرتكب مخالفة تعويلا على أنه قد يغفر له مثل فد واحد يرتكب جريمة يقول إيه بالمحكمة راحوا يعفون عني زين هذا الإنسان العاقل لا يفعل ذلك لأنه قد يعفون عنك قد لا يعفون عنك زين حتى لو إذا عفوا عنك بس الفضيحة اللي تصير لك شو تسويها يوم المحكمة وعرضت المحكمة على الوسائل الإعلام ويوم القيامة صير فضيحة ولو أن الله غفر له مثلا بعد أنت ضامن الله يغفر لك قد لا يغفر لك فهذا الكلام كاشف عن ضعف العقيدة ضعف المعرفة اللي ما يعرف ما يثمن لذلك صار التركيز على بحث العقيدة عقيدتك تكون صحيحة حتى لا تكون عقيدتك عقيدة ركيكة ضعيفة قد تؤدي بك إلى الانحراف لأنه أصحاب العقائد الظالة المظلة أيضا هؤلاء يبلغون يثيرون الشبهات والإشكالات إذا واحد عقيدة قوية لا تتأثر تلك العقيدة بهذه الشبهات والإشكالات بس إذا هي عقيدة ركيكة ضعيفة تتأثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر